عم بجو بطاقة اللي هي انتصار على شخص ممكن يكون هذا الشخص من برج مائي او من برج ناري مائي اكتر عم تاخد حقك منه هدا الكرت عم بفرجيني كارما اكتر كارما رح ترجع رح تلف اللفة وتاخد حقك في هذا الشهر من بعد يعني ظلم اكلته من هذا الشخص خلينا نقول خلينا نشوف بشكل عام لبرج الدلو الدلويين بشكركم طبعا بشكر جميع الابراج على الدعم للقناة شكرا كتير للكم زواج وحب ومشاعر من اولها والله وعمل لكن عم تبعد شوي عن العادات والتقاليد عم تعيش يمكن مغامرات جديدة عم بتعيش عيشة غير اللي انت متعود عليها عم بتحاول تعيش شي جديد هاي الفترة عم بتحاول تغير كل الاجواء اللي حواليك عم بتحاول تغير حتى الناس والله عندك زواج يعني اول كرت واخر كرت حب حقيقة او صول ميد ممكن تكونو عم تلتقي فيه او عم تلتقي لا هذا الشخص الك فترة معه مش جديد هذا الشخص رح تنتهي الشهر بفرحة كبيرة ما بقول زواج ولكن ممكن تكون تحضيرات لزواج او ممكن تكون وعود صادقة خلينا نقول خاصة اذا الشخص كان هوائي او ناري او حتى مائي الطاقات عم بتبين عنا برج التور السرطان الجوزاء انا بشوفه هذا كمان ادلوا انت يعني ممكن تصادف اشخاص من نفس البرج شايفيت لك حب ومشاعر كبيرة اول الفترة ممكن يعني بين فترة وفترة تتذكر حب قديم او تتذكر شغلة قديمة ممكن من بعد فراق صار هذا اللقاء شايفة نهاية مع شخص من برج مائي نهاية يعني اللي هي ما يعني نهاية لابد منها في من بعدها بداية زي ما قلنا بداية حلوة جدا شايفة كمان في ممكن تكون عندك فرصة عمل ولكن فرصة عمل هي في مؤسسة في شركة في يعني مش انه شراكة او عمل حر او كذا عم بشوفك لا عم تشتغل في كادر معين فرصة عمل في كادر معين واذا كنت اساسا عم تشتغل ففي عندك امنية في العمل ممكن تتحقق ممكن ترقي انت عم تستناها شايفيتها ممكن كمان شخص يكون من برج هوائي او ناري يكون هذا الشخص عم يوهمك في امور في الشغل عم يستغلك يمكن يمكن مش بس في العمل يمكن في في على اصعدي اخرى هذا الشخص عم يوهمك في مواضيع في امور نكون حزيرين من مواضيع النصب خاصة من هاي الطاقات انا ما بقول انه هاي الابراج او هاي الطاقات سيئة ولكن طبعا مش كل اشخاص البرج نفسه بيكونوا نفس الاخلاق او نفس فبس نكون حزيرين هاي الفترة من هذا الموضوع عم بهيقلنا شغلات عم نتعرض لنصب من ناحية عاطفية اذا كان في شخص جديد عم يدخل حياتنا اذا كان هوائي او ناري ممكن شوي ناخد بس حزرنا ما بقولك انه شخص سيء ولكن اه ناخد حزرنا بس انه نكون حذرين وما نتوه بسرعة بالمشاعر وما نفوت بسرعة بالمشاعر نتأكد من الشخص قبل ما يعني اه ندخل اكتر اه في الموضوع اه شايف في عندك اه سفر اه ولكن مؤجل هذا الشهر يعني ما رح يكون هذا الشهر في سفر في اه وعود واوراق عم بتوقع عليها كرمال السفر ولكن السفر فعليا ما رح يكون في هذا الشهر ممكن يكون في نوفمبر هدا بشكل عام هدا اهم شي كمان شوي اه عالصحة النفسية بالناحية التفكير عم بشوفك بتفكر البعض منكم عم بيزيد ويعيد في نفس الموضوع عم بي اه البعض منكم عم بيكون اه شوي عنده ارق اه نوم اه متقطع نفكر بصحتنا شوي اكتر من اللي حوالينا لانو صحتنا اهم شي ناحية عاطفية عم بشوفك اول الشهر عم تتذكر عم بتكون وحيد شوي اه في فرص عندك كتير او العيون عليكم اه عم تعطي فرص لحده عم بتكون منزوي نوعا ما اه ولكن سرعان ما تتغير هاي الطاقة هاي الطاقة رح تكون بس مجرد ايام قليلة ولكن رح تتغير اه بسرعة هاي الطاقة نتيجة اخبار رح توصلك من الشريك اخبار مباشرة يعني الشريك نفسه رح يحكي معك مش انه اه اخبار رح توصلك عن الشريك اه رح تاخد حقك اه من شخص يمكن من علاقة ثلاثية اه كانت موجودة رح يوصلك حقك في عندنا جستس في هذا الشهر فعم بتكون اه سعيد في هاي في هذا الموضوع او في هذا الانتصار اه عم بشوف في فرص احلام بالنسبة للعزاب او للناس اللي اللي خلص بدهم يرموا القديم وبدهم جديد في مجال كتير كبير انه يكون في جديد عفوا في هاي الفترة خاصة من الابراج القوس الاسد الابراج النارية ممكن تكون في فرصة اه حلوة كتير او شخص معجب ممكن انه اه يبادر اه في هاي الفترة بالنسبة للمتزوجين عم بشوف اه الاولاد شوية عم بشب يسببوا لهم شوية اه يعني ارهاق شوية اه اه تعب ولكن مش كل الاولاد يعني بينا عندي الاولاد نوعين عندكم اياهم نوع اه كتير هادي وراي وكذا ونوع شايفة عم شوية واشو اه اه يعني مشكلة في هذا الموضوع اه الامهات او الابا اه شايفة في ممكن يكون حتى حمل يكون حمل في في ولد مش في بنس عم بشوفك اه زي ما قلت لك منتصر على علاقة ثلاثية او منتصر على الشريك نفسه لان الشريك نفسه رح يجي لك وانت رح ترفضه اول مرة وبعدين رح شوي تتناقش معاه ولكن انا بشوف الك اه بداية جديدة اكتر ما هي رجوع للقديم في عندك بدايات جديدة حلوة مع اشخاص جداد انت عم تختار هذا الشي هذا الشي ما عم يصير غصبا عنك عم بشوفك انت اه اللي عم تختار انت اللي عم تكون متحكم في الموضوع نشوف مسج من الحبيب ما قادر يقولها اوه هو بعيد مسلا اه وكأنه عم بيقولك انه هو اسف عم يعتذر عم بيحاول يعمل تغييرات في شخصيته تغييرات تغييرات جذرية لحتى اه يوصل لعندك هذا من العقل الباطن تبعه ومش من فعم بيعمل عم بيعمل شي ولكن عم بيحاول يعمل تغييرات حتى يعني حتى مش بس اه اللي هم اه تغييرات اه معنوية او كزا لا يعني تغييرات بشكل عام اه في شخصيته عم بيحاول يتغير لحتى يوصل لليفل تبعك لحتى يوصل لك لحتى يقدر انه يتواصل معك يمكن عم يثبت امور ولكن هو اعتذار انا شايفيته اعتذار اكتر ما هو مسج شوفوا ايسا في تحذير اه هذا الشهر لبرج الدلوم زي الكرت طلع مقلوب اه في امر قديم يعني انت عم تستنى كتير الى كفترة طويلة على الفكرة هذا الكرت مش مش تحسير هذا بشارة اه عم تستنى الى كفترة عم بتكون في كانت عواصف في مشاكل حوالين هذا الموضوع ااح ما قادر توصل له في عوائق كتير انا شايفيتو بيت بيت ممكن يكون بيت زوجيا ولكن في في حوالي كتير مشاكل في امور فا كانه عن بيوصل لك مسج انه اه بس تكون حذر مع الشخص اللي حتبني معاه هذا البيت ولكن انا شايفيتها انها بشارة يعني بيت عم تبني بيت اه مع حدا عم بتكون بيت مع حدا اه عم عم بيكون في زواج يعني اكتر هذا هذا الكرت فبشوفها. خلينا نشوف اركل لبرج الدلو. تحذير برضه كمان مرة انه اه بيقولك ما تدخل ما تاخد قرارات كبيرة هاي الشهر ما تاخد اه قرارات مصيرية مثلا زواج اه تترك عمل تعمل شغل كبيرة لانه في شوي عدم امان في هذا الشهر بدنا نكون حزيرين. وبشكركم كتير لبرج الدلو بشوفكم حبايب بالفيديو الجاي.